الصباح الخير وشكراً للمنظمين على دعوتنا لهذا اللقاء الهام مقدر أبلش العرض مداخلتي رح تكون حول تجارب المقاطعة الاقتصادية وأثرها على الجانب الفلسطيني والجانب الاقتصاد الإسرائيلي المقاطعة هي أداة طبعاً استخدمت تاريخياً من قبل عدة مجموعات وعدة دول لتحقيق أهداف سياسية باستخدام أدوات اقتصادية بتتلخص المقاطعة بتركيزها على نوعاً ما رفض التعامل الاقتصادي مع مجموعة أو دولة معتدية وحث آخرين على الالتزام بالامتناع عن التعامل مع الدولة المعتدية أو المجموعة المعتدية وطبعاً الهدف منها هو تحقيق الإنهاك الاقتصادي لما نحكي عن المقاطعة الاقتصادية الإنهاك الاقتصادي في مجال التجارة في مجال الاستثمار بهدف الضغط على الدولة المعتدية في السياق الفلسطيني الهدف من الورقة كان محورين أساسيين المحور الأول نقدم نوعاً ما تقييم لتأثيرات حملات المقاطعة المختلفة على الطرفين المنخرطين في عملية المقاطعة الفلسطينيين وفي الحالة الاقتصادية الاقتصاد الإسرائيلي الهدف الآخر للورقة هو الدروس والعبر يعني في عنا تجارب اقتصادية على مدى قرن من الزمان شو هي الدروس والعبر اللي ممكن نستفيدها من هاي التجارب لتفعيل استراتيجيات المقاومة لأنه بنهاية الأمر المقاطعة هي استراتيجية مقاومة ضد الاستعمار كما استخدمت في السياق الفلسطيني الورقة رح تركز على مفهوم زملائي وزميلاتي في الجلسة ركزوا عليه واللي هو مفهوم البعد عن فصل السياسي عن الاقتصاد يعني محور حملة المقاطعة حملات المقاطعة واحد من أهم الدروس المستقام من التجارب أنه عملية فصل السياسي عن الاقتصاد تؤدي إلى إفشال مش بس النتائج الاقتصادية على أرض الواقع ولكن أيضا سياسات المقاومة فرح نشوف من خلال تركيزنا على حملة المقاطعة الخاصة بالدول العربية والموجودة من الخمسينيات القرن الماضي حملات المقاطعة في فترة الانتفاضة الأولى وطبعا الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها واللي تم تشكيلها عام 2005 سريعا طبعا حملات المقاطعة للدول العربية برعاية الدول العربية التي تشكلت في بداية الخمسينات أخذت أشكال مختلفة أخذت أشكال شملت الحصار على إسرائيل الحظر نظام القوائم السوداء المشتريات اللي كانت تسمى مشتريات بقائية وكلها كان هدفها أن تشكل ضغط على إسرائيل طبعا كان في تأثير كبير للمقاطعة العربية على الاقتصاد الإسرائيلي حسب التقديرات الإسرائيلية تقريبا الاقتصاد الإسرائيلي على مدى ثلاث عقود خسر ما يعادل خمسين مليار دولار من قيمة الناتج المحلي الإجمالي كان في عندنا تأثيرات إلى علاقة بخلق تشوهات اقتصادية في الاقتصاد الإسرائيلي بشكل إخلال في التوازن ما بين قوى العرض وقوى الطلب الإسرائيليين على مدى فترة طويلة اضطروا يشتروا من العالم يستوردوا من العالم بأسعار مرتفعة جدا لأنه ما كانش العالم مفتوح لهم بشكل حر كمان التأثيرات كانت أخذت شكل تأثيرات على مستوى الرفاه الاقتصادي للإسرائيليين اللي هي عدم القدرة على التجارة بشكل حر ترجم نفسه بإخلالات في التوازن الهيكلي في الاقتصاد الإسرائيلي واللي عكس نفسه على إفقار جوانب معينة من المجتمع الإسرائيلي ولكن أهم تأثير للمقاطعة العربية على الاقتصاد الإسرائيلي ما كانت هاي الجوانب هاي الجوانب تم التعويض عنها من قبل الدول الغربية يعني الدعم الأمريكي، الدعم الأوروبي، التجارة مع الغرب بشكل عام عوضت عن التشوهات الهيكلية اللي عانى منها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب المقاطعة أهم تأثيرين للمقاطعة العربية كانت بتتمثل في حجب الاستثمار العالمي عن الاقتصاد الإسرائيلي في فترة الخمسينات لحد منتصف التمانينات أهم نشاط كان للدول الأسيوية شرق آسيا في العالم كان النشاط الاستثماري الدول كانت منفتحة على العمل الاستثماري المشترك مع هاي الدول الأسيوية نحكي عن اليابان، تايوان، نمور آسيا، هونغ كونغ، كوريا، الجنوبية إسرائيل كانت خارج هذا السياق خارج هذا السياق لأن الدول شرق آسيا التزمت بالمقاطعة وبالتالي لفترة طويلة الاقتصاد الإسرائيلي كان مستثنى من الاستثمار العالمي شوفوا شو صار بعد أوسلو أهم مساهمة لاتفاقيات أوسلو من وجهة نظر الأدبيات الإسرائيلية ومن وجهة نظر السياسيين الإسرائيليين ما كانتش العلاقة مع الفلسطينيين كانت إنهاء المقاطعة العربية بالنسبة للإسرائيليين اتفاقيات أوسلو أعطت دفعة ضخمة لدخول إسرائيل حيز الاستثمار العالمي صارت الشركات الإسرائيلية عندها إمكانية تستقبل الشركات العالمية وكمان تدخل في استثمارات في الشركات العالمية فاتفاقيات أوسلو في منتصف التسعينيات تأثيراتها على الاقتصاد الفلسطيني علاقة الفلسطينيين مع الإسرائيليين جانب مهم ولكن بالنسبة للإسرائيليين هذا كله يعتبر مش هامشي طبعا أكيد مش هامشي ولكن وقع الاقتصادي كان متوقع يعني مرتب للاقتصاد الفلسطيني نوع علاقة معينة مع الاقتصاد الإسرائيلي فكان يعني صار الاقتصاد الفلسطيني في مسار حدد من قبل الإسرائيليين ولكن الإنجاز المهم بالنسبة للإسرائيليين كانت أنه أصله فتحة المجال لصعود إسرائيل في عالم الاستثمار العالمي وطبعا إذا منتطلع على حجم الاستثمار الإسرائيلي قبل وبعد من لاحظ الفرق الشازع طبعا المشاكل اللي كانت بتخص حملة المقاطعة أو مقاطعة الدول العربية مشاكل عديدة أنه كل التأثيرات الاقتصادية الضخمة من ناحية تأثيرها على التجارة تأثيرها على الاستهلاك تأثيرها على بنية الاقتصاد الإسرائيلي تأثيرها على حجم الاستثمار عن الاقتصاد الإسرائيلي كلها انحصرت في الجانب الاقتصادي ولم يتم تفعيل أو استخدام الجانب الاقتصادي للضغط باتجاه سياسي وهون ببين نوعا ما بظهر إشكالية المقاطعة العربية لأن القاطعة العربية دورها الاقتصادي كان ضخم ولكن ترجمتها للفعل السياسي كانت ضعيفة ننتقل لحملات المقاطعة خلال فترة الانتفاضة الأولى وطبعا خلال الانتفاضة الأولى كان في محاولات عديدة في ثلاث مجالات أساسية في مجال العمال الفلسطينيين اللي كانوا يشتغلوا في الاقتصاد الإسرائيلي في عنا المقاطعة اللي بتتركز في مجال السياسة المالية وعدم دفع الفلسطينيين للضرائب وطبعا المقاطعة التجارية وعدم شراء الفلسطينيين للبضائع الإسرائيلية كان في تأثير كبير لهذه المقاطعة على الاقتصاد الإسرائيلي يعني التقديرات الإسرائيلية لتأثيرات حجم إحجام الفلسطينيين عن استهلاك البضائع الإسرائيلية عدم دفع الضرائب كان فيه لها تأثيرات كبيرة على حجم التجارة الإسرائيلية على قطاع الصناعة على قطاع الزراعة على الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي الناتج القومي الإجمالي بشكل عام فكان فيه عندنا تأثيرات اقتصادية هامة طبعا تفاصيلها ملخصة في الدراسة ولكن بشكل مشابه للمقاطعة العربية كان فيه عملية ربط ما بين تأثيرها على الجانب الفلسطيني كان مهم بعملية ربط السياسة بالاقتصاد يعني حملات المقاطعة فلسطينيا ركزت على مفهوم ربط استخدام أداة الاقتصاد كأداة ضغط سياسي وبالتالي في فترة الانتفاضة الأولى كان فيه تعلم من تجربة المقاطعة العربية وأخذت أشكال ظهور فكريا مفاهيم جديدة مثل مفهوم التنمية من أجل التحرر والتي حاولت تركز على فهم مختلف للاقتصاد أن الاقتصاد ليس أداة للإعتياش الاقتصاد ليس أداة للبقاء الاقتصاد هو أحد أدوات التحرر السياسي وبالتالي تجربة المقاطعة العربية كانت مهمة كدرس للمقاطعة الفلسطينية لإسرائيل خلال الانتفاضة الأولى ومن خلالها الفلسطينيين طوروا مفاهيم تتعلق في ليس فقط الاستعمار السياسي والاستعمار الاقتصادي ولكن استعمار العقل وموضوع التطبيع في هاي الفترة صار في عندنا وعي فلسطيني لقضايا التطبيع أن التطبيع هو عبارة عن استعمار العقل الإنسان وبالتالي حملات المقاطعة في الانتفاضة الأولى كانت حاربت بشكل كبير ضد كل الأنشطة التطبيعية رغم أنها الأنشطة التطبيعية هي إنشطة مفيدة اقتصاديا للفلسطينيين نعم التطبيع الشركات المؤتمرات المشتركة وما إلى ذلك ولكن هذا النوع من الوعي تشكل بناء على تجارب كانت سابقا وكانت بتتأسس في مسألة ربط السياسة بالاقتصاد طبعا في عنا قائمة من التأثيرات الكبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي من ناحية كمية بدي أنتقل لحركة المقاطعة العالمية حركة مقاطعة إسرائيل سحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها واللي هي شكلت سنة 2005 وبالأساس هي حركة حقوقية كاستراتيجية للمقاومة تدعو لإنهاء الاحتلال في الضفة وغزة إنهاء نظام الأبارتهايد ضد الفلسطينيين في مناطق 48 وعودة اللاجئين الفلسطينيين كمان هاي الحركة بشكل كبير بنت مفاهيمها كاستراتيجية مقاومة على مبادئ عديد أحدها طبعا الحقوق الفلسطينية ولكن كان فيه فكريا اهتمام كبير بمعالجة إشكالات سابقة العلاقة باستراتيجيات المقاطعة وأهمها طبعا عدم فصل السياسي على الاقتصاد عشان هيك أشكال المقاطعة هون تاخد شكل الاقتصادي شكل الثقافي شكل الأكاديمي وطبعا كلها بتنصب في مجال تحويل هاي الضغوطات جميعا إلى ضغوطات سياسية فالحركة العالمية في رؤيتها لا استراتيجية المقاومة رؤية تستخدم الأدوات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية ولكن كلها تصب في ضغط سياسي لأنه بدون المواءمة ما بين الأدوات المختلفة لتتحول لضغط سياسي رح تكون نتيجة مشابهة لنتيجة المقاطعة العربية طيب بالنسبة لتأثيرها تأثير حركة المقاطعة طبعا نحن نقرأ عن تأثيرات مختلفة مثلا فيما يتعلق بالتجارة الإسرائيلية وخاصة مع الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي هو الشريك الثاني لإسرائيل في التجارة بعد الولايات المتحدة الأمريكية وتقلصت التجارة مع الاتحاد الأوروبي تقريبا بنسبة 10% على مدى السنوات من 2005 فصاعدا الاتحاد الأوروبي عنده طبعا اتفاقيات تجارة حرة مع إسرائيل ودائما الاتحاد الأوروبي بذكر أنه من حقه أنه ينهي هاي الاتفاقيات وطبعا هاي تعتبر ذكر الاتحاد الأوروبي لمقولة أنه يحق له أي جهة يحق لها إنهاء الاتفاقيات هي عنصر من عناصر التهديد لإسرائيل واللي هي بلشت الاتحاد الأوروبي يستخدم فيها بعد حركة المقاطعة طبعا فيش هنا دراسات دقيقة حول تأثير حركة المقاطعة على الاقتصاد الإسرائيلي فاللي حاولت أعمله أنه أشوف موضوع الاستثمار المباشر إذا إسرائيل عم بتقولنا أنه أكبر تأثير لمقاطعة العربية على مدى السنوات الطويلة من الخمسينات حتى منتصف التسعينات كان على موضوع الاستثمار المباشر حاولت أتطلع شو بيصير في الاستثمار المباشر في الاقتصاد الإسرائيلي من الخمسة وتسعين فصاعدة الشكل البياني الموجود أمامنا بفرجي أنه فيه نوعا ما صعوبة في زيادة طبعا فيه زيادة في الاستثمار الخارجي ولكن هذا الاستثمار ليس متزايد بشكل سلس بنيت نموذج اقتصادي لأفهم ليش في عندنا عدم سلاسة في نمو الاستثمار الخارجي في الاقتصاد الإسرائيلي والي هو طبعا الاستثمار الخارجي في أي اقتصاد خاصة الاقتصادات الصاعدة هي من أهم المؤشرات الاقتصادية النموذج بسيط ونموذج زمني بتطلع على الاستثمار الخارجي في الاقتصاد الإسرائيلي بتطلع على المفسرات المفسرات هي ناتج المحل الإجمالي أسعار الصرف للشكل يعني متغير بدل على القدرة التقنية في الاقتصاد الإسرائيلي المتغير الأهم اللي أدخلته في النموذج هو متغير التأثيرات السياسية من خلال ما يحصل على الفلسطينيين يعني الحروب على غزة الحبات اللي بتحصل في الأقصى وما إلى ذلك هل في علاقة بين ما يحصل سياسيا من قمع إسرائيلي للفلسطينيين ومنادات حركة المقاطعة لمقاطعة إسرائيل والاستثمار الخارجي الإسرائيلي هذا كان السؤال المطروح من قبل هذا النموذج الاقتصادي النتيجة كانت وصراحة كانت نتيجة مفاجئة أنه نعم في علاقة في علاقة على المدى القصير وفي علاقة على المدى الطويل العلاقة لا يستهان فيها يعني الاستثمار في الاقتصاد الإسرائيلي من قبل العالم يتأثر بما يجري للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وكمان ما يجري على الفلسطينيين طبعا في مناطق الثمانية واربعين يعني ضغط حركة المقاطعة حول العالم نشاط حركة المقاطعة حول العالم يؤثر بشكل سلبي على الاستثمارات في الاقتصاد الإسرائيلي على المدايين القصير والطويل طبعا في عندنا التأثيرات بتيجي بشكل انسحاب انسحاب المستثمرين خاصة نسميهم مستثمرين نوعيين وطبعا في هدول المستثمرين عادة بكونوا على شكل صناديق استثمارية يعني مثلا صندوق الاستثماري النرويجي اللي هو اكبر صندوق استثماري في العالم سحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية وكمان من الشركات التي تتعامل مع إسرائيل الصندوق الدنماركي في عندنا كنائس أمريكية سحبت استثماراتها أو صناديقها الاستثمارية سحبت استثماراتها من الشركات الإسرائيلية هذا الزخم اللي إسرائيل بتدعي أنه تأثيره ضعيف على الاقتصاد الإسرائيلي ليس صحيحا يعني البيانات اللي استخدمتها طبعا هي بيانات من الجهاز المركزي الإسرائيلي اللي هي بتدلل على أنه فيه علاقة وفيه علاقة إحصائيا قوية طيب هذا بما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي بما يتعلق بالفلسطينيين حركة المقاطعة شو دورها محليا فلسطينيا حركة المقاطعة بتحاول محليا تحقق إنجازين رئيسيا الإنجاز الأول هو معنوي فكري تحرري بإعادة الاعتبار للمفاهيم الأساسية اللي اتفاقيات أوسلو مسيرة الليبرالية مسيرة التعاون مع الاستعمار شوهتها وهاي الاعتبارات هي أنه إحنا كفلسطينيين مستعمرين الإسرائيليين مستعمرين وبالتالي ما فيه علاقة سواسية ما بين المستعمر والمستعمر وبالتالي دور الفلسطينيين هو مقاومة الاستعمار مقاومة الاستعمار بتيجي بأشكال مختلفة نعم هي بأشكال المقاطعة بأشكال الكفاح المسلح بأشكال كلها هاي عبارة عن أدوات مقاومة حركة المقاطعة ركزت بشكل كبير على موضوع التطبيع لأنه موضوع التطبيع خاصة فلسطينيا محليا إسرائيلي بتستخدمه لإعادة قولبة الفكر الفلسطيني باتجاه تقبل الآخر عالميا إسرائيل بتستخدم التطبيع لإعطاء صورة وردية عن علاقتها مع الفلسطينيين يعني لما الكونغرس الأمريكي بانتقد إسرائيل حول سياساتها في ضف الغربية وغزة إسرائيل بتجاوب بأنه في حوار مشترك في عمليات تواصل مش بس مع السلطة الفلسطينية مع المجتمع الفلسطيني على مستويات الأكاديميين والحركات النسوية والحركات الشبابية وبالتالي هناك تفاهم على المجتمع الدولي ألا يضغط على إسرائيل حتى لا تنتهي هذه العلاقة التفاهمية المبشرة بالخير مع الإسرائيليين طبعا بالنسبة لإسرائيل عشان هيك إسرائيل تدعم التطبيع بشكل كبير تدعم التطبيع بشكل كبير وتستثمر في التطبيع بشكل كبير ففي أنه نوعا ما الجانب المعنوي الفكري السياسي لحركة المقاطعة الجانب الآخر هو اقتصادي نعم فيه هدف لحركة المقاطعة بتقوية الجانب الاقتصادي وخاصة اللي حكوا عنه زميلاتي والزملائي الناحية القطاعات الإنتاجية المستعمرين حول العالم يعني إسرائيل طبعا تتعلم سواء الإنجليز الفرنسيين البرتغاليين الإسبان تاريخيا الرومان يعني أول درس بيقوموا فيه أول استراتيجية بتقوم فيها المستعمرين هي تدمير القطاعات الإنتاجية يعني زي ما لاحظت زملاء الثلاث كاقتصاديين جزء كبير من مداخلاتهم كانت حول القطاعات الإنتاجية عفوا الإنتاجية القطاعات الإنتاجية هي الاقتصاد اللي فيش عنده قطاعات إنتاجية فيش عنده اقتصاد شو عملت إسرائيل؟ أول سياسة لإسرائيل كانت في ال67 اقتصاديا تدمير الزراعة والصناعة تدمير الصناعة والزراعة هي ليست فعل اقتصادي هي فعل اقتصادي اجتماعي سياسي إذا أنت بتدمر القطاعات الإنتاجية في أي مجتمع أنت بتفكك المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا إذن إسرائيل طمحت وعملت وزي مشارحتنا بالتفصيل رغد وجهت سياسات قوية باتجاه تفكيك القطاعات الإنتاجية وبالتالي دور المقاطعة محليا كان إعادة الاعتبار لهذه القطاعات الإنتاجية من خلال عدم تخفيف الاستيراد من الاقتصاد الإسرائيلي الاقتصاد الفلسطينيين نحن نستورد من إسرائيل تقريبا مقيمته 4.5 مليار دولار سنويا نصف هذا الاستيراد لا يمكن الاستغناء عنه يعني جزء منه كهرباء، ماء، اتصالات، تكنولوجيا ولكن حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء في جزء كبير منه يمكن الاستغناء عنه فيه لبداء المحلية أو يمكن استيراده خارجيا الأنكتاد عملت دراسة قبل فترة حول إمكانية استغناء الاقتصاد الفلسطيني عن مستوردات إسرائيلية وماذا يعني ذلك للتشغيل والبطالة في الاقتصاد الفلسطيني ووجدوا أنه كل استغناء عن مليار من المستوردات من الاقتصاد الإسرائيلي بترجم نفسه في الاقتصاد الفلسطيني بما يعادل 45 ألف وظيفة عمل وبالتالي الخيارات أمام الفلسطينيين متاحة يعني فيه عندنا جزء من المستوردات يمكن الاستغناء عنها وإعادة إما إنتاجها محليا أو استيرادها من دول أخرى تؤدي إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني الانفكاك عن الاعتمادية على الاقتصاد الإسرائيلي والانفكاك عن الاعتمادية على المساعدات الخارجية اللي هي في نهاية الأمر معظم الاستثمارات من خلال المساعدات الخارجية تؤدي بشكل كبير لتقوية الاقتصاد الإسرائيلي لأنه إذا لدينا إنتاج معناه أنه لدينا مشتريات من الاقتصاد الإسرائيلي فمعظمها المساعدات الخارجية تؤدي إلى إفادة إسرائيل أكثر من ما تؤدي إلى إفادة الاقتصاد المحلي شكرا